تقيم هذه الأسر هنا منذ ثلاث سنوات فبعد تصاعد العمليات العسكرية وتوسع الحرب في مدينة الحديدة اضطر هؤلاء للنزوح إلى هذا المكان إنها ذمار على بعد 226 كم من منازلهم القديمة شكلوا لهم تجمعا صغيرا في الضحية الشرقية للمدينة هنا لا يسمعون أصوات الرصاص لكنهم في جحيم آخر يواجهون القسوة والظروف المعيشية الصعبة وموسم الشتاء في هذه المحافظة الجبلية كما يعانون انعدام الأكل والشرب ودورات المياه الناس قلوا صدقوا علينا بكنابل وقلوا صدقوا ما باش رقمه حتى الملابس أقسم بالله ما نملغ الملابس بعض الأيام أقسم بالله إننا نحن بنمرض ما باش حتى عقل علاق والله إننا نروح نسلف والله البرد أقسم بالله إننا نبتك عياننا أقسم بالله ما ممعي إلا غير هذا والله أتمنى أن ندوا لنا كنابل يصربوا لنا الراشان يردوا عبلادنا زي ما كان تنخفض درجة الحرارة في المدينة إلى ست درجات ووحدهم من يعيشون في هذه الخيام يعرفون كيف تكون الليالي طويلة وباردة ثلاث أحجار متوازية ونار صغيرة هي المطبخ وهذا الوعاء يرفع فرشه الممزقة أمام العالم وفي وجه المنظمات المحلية والدولية التي زارتهم آخر مرة بحسب ما يقولون في العام 2017 ولم يتبقى من زيارتهم إلا الشعار الملصق على هذه الخيمة المنظمات في 2017 على ما قابلونا فراشات وكنابل لا حمامات ولا دولونا مي ولا سلولونا على ما الآن صرفوا ضمن البيوت الناجحين حقا حديدا وهنا الخير بصراحة يتعاون معنا بطاطين الحمد لله من يجب أن نكون الناجحين مستقرين بمكان نشاء صناديق نشاء غذاء نشاء حمامات نشاء طرابين للقوال حقنا البرد كبير نحن البرد القوال أقصان بالله كل يوم نشعب ثلاثة أربعة القوال نشعب البيت السلاف سلاف البيت تسع أسر هنا في هذه المساحة وخلف الأطفال بطانية تحمل ابتسامة بريئة لكنها ليست عنوانا لحياتهم فالخيام الصغيرة المهترئة المبنية بإمكانة بسيطة لا تشكل أمانا للنازحين أو وقاية من برد الشتاء الذي يتضاعف كليهم قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بمواجهة مع قوات الجيش شمالية محافظة الضالع ووفق موقع سبتمبر نت الناطق باسم القوات الحكومية فإن المواجهات اندلعت بعد محاولة الحوثيين التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة بطار والجب وأوضح بأن القوات الحكومية أجبرت الحوثيين على التراجع والانسحاب بعد تكبيدهم خسائر كبيرة